من الجنوب اللبناني تنضم علينا مراسلة الحدث ناهد يوسف ناهد أهلا بك ما هي أخر التطورات والمسجدات لديك ربا قبل خمسة دقائق كانت هناك غارة إسرائيلية نفذت هنا في منطقة عيت الشعب يعني هناك القليل من الدخان الأسود مما تبقى من الدخان الذي خلفته هذه الغارة على هذه التلة التي يوميا هناك غارات تنفذ عليها أو قصف مدفعي قبل ساعتين من الآن كان هناك إطلاق للعديد من القذائف الفسفورية على تلك المنطقة الآن نفذت طيران الحربي غارة هنا على هذه التلة في عيت الشعب وذلك يأتي ردا على استهداف حزب الله لموقع الراهب الذي أيضا يمكن أن تروه الآن على الشاشة يعني منذ حوالي الساعة قام حزب الله باستهداف هذا الموقع وكنا رصدنا هذا الاستهداف مباشرة أمامنا وأتى الرد من إسرائيل بهذه الغارة على هذه التلة يمكن لازلنا نسمع الآن حتى ربا صوت القصف الإسرائيلي المتواصل ولكن لم نستطع تحديد مكان سقوط القذائف في هذه الأثناء وكان قبل ذلك أيضا استهدف حزب الله موقع برانيت قوة مشات إسرائيلية كانت على الموقع أيضا قام حزب الله باستهدافها وأعلن عن هذا الاستهداف في بيان وصباح هذا اليوم كان هناك أيضا استهداف من قبل حزب الله لموقعين إسرائيليين موقع الضهيرة وموقع بليدا البياض وكان هناك أيضا رد من إسرائيل بقصف على مناطق الضهيرة وعلم الشعب واللبوني بالإضافة إلى منطقة بليدا التي أيضا نالها قسم كبير من القذائف الفوسفورية التي ألقيت على خراجها في صباح هذا اليوم يعني اليوم العمليات بدأت منذ الصباح باستهداف مواقع إسرائيلية ورد إسرائيلي بالقصف الإسرائيلي بالمدفعية وبالقذائف الفوسفورية وهذه الغارة التي نفذتها قبل خمس دقائق أو عشرة دقائق من الآن على هذه التلة في منطقة عيت الشعب مع الإشارة بأن هذه التلة تتعرض بشكل يومي لهذا القصف والغارات في المكان نفسه الذي ترونه الآن هناك يعني في تلك التلة التي تتعرض لهذا القصف المتواصل بشكل شبهي يومي في النقطة نفسها من قبل إسرائيل وكما ذكرنا كانت ردا على استهداف حزب الله لموقع الراهب الإسرائيلي في هذه الأثناء لازلنا نسمع صوت القصف المتقطع ربا بالإضافة إلى طائرة الاستطلاع التي تحلق أيضا في هذه المنطقة إضافة طبعا إلى كما ذكرت صباحا في بعض المناطق التي كان يتم إلقاء فيها القذائف من القطاع الغربي إلى القطاع الأوسط من النقورة واللبوني مرورا بهذه البلدات وحتى عيت الشعب لبناني كنت معنا مراسلة الحدث ناهد يوسف